ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد والحقيقة يعني ما تخافش على الاهلي مدام الاهلي حتى وهو بيكسب والاداء عليه تحفظ ده ما بيخدعهوش لكن كمان عشان ما تخافش على الاهلي اكتر تبني على الايجابي مش معقولة اي نقطة ايجابية انت وصلت لها تبدأ تهدها علشان النتيجة اللي انت احنا عايزينها ما اكتملتش انت ما كسبتش بس انت حاولت ولعبت منطق الكورة ان احنا بنلعب دوري وبنلعب دوري معناها ان المشوار طويل وروح البطل لازم ان تكون حضرة وشخصية الاهلي لازم ان تبقى موجودة في مواسم الاهلي انا فاكر خسر من الرجاء الفريق بتاعه مطروح وخد الدوري الاهلي كنت تتعادل مع اسوان وتتعادل مع فرق كتيرة بتهبط في نفس الموسم وانت تاخده البطولة هي دي شخصية الاهلي ودي طبيعة المسابقة وده مفهوم الدوري لكن الخطأ والخطر ان انت كل ما تخطي خطوة لقدام ايجابية تلاقي اللي رجعك للسلب تاني وانت تستجيب للزاقة برضو وتتزاق معاه هو ده الخطأ انت وصلت المستوى اداء جيد جدا في مباراة سيراميكا ما تحققتش منها نتيجة لكن ابني على دال اللي جاية باش موندس يا رب كابتن شوبر لاحظ كمان ملاحظة غريبة اشار اليها المهندس عدلي في بداية الحلقة لكن نسمع رأي كابتن شوبر ونعلق بدأت اشوف في الفترة الاخيرة بعضا ممن يدعون انهم جمير النادي الاهلي بيهجموا ادارة النادي الاهلي وعرأسها كابتن محمود الخطيب وده انا ما يدخلش مزاجي او ما يدخلش عقلي سدقوش لانه انا بتصور ان حضرتك لحد السنة اللي فاتت كنت تطير بالكابتن محمود الخطيب وارد انك تختر الدوري سنة و سنة حصل مع الكابتن صالح وحصل مع الكابتن حسن حمدي وارد انك تعبر عن استياءك عن غضبك عن حزنك لكنه الموضوع بقى متكرر شوية بقى فيه زيادة شوية بحس انه فيه حتة لا ده مش جمهور النادي الاهلي ماتش اللي فات واحد اتخانق النهاردة كم واحد بدأو يهجمه يشتمه يعمله مش طبيعة ما كانتش بتحصل يعني زمان ايام الكابتن صالح حصل مرة كده هجوم على الكابتن صالح سليم فكنا كلنا كلعباء في الملعب مستغربين وايه اللي بيحصل ده انا مش مصدقوا يعني او احنا مش مصدقينوا يعني بس هي مرة ما تكررتش لانه الناس اللي موجودة في الملعب هي اللي خرجت الناس دي براها فخليك مع نديك مع ادارة نديك واذا كانت هناك ازمة انت اللي هتحلها انتو بتيجوا وبتغنوا وبتشجعوا لك مش بالعدد الكافي على فكرة هو دي النقطة فيه ناس متصورة تقول لك طول ما انا غطبان انا بضغط على الادارة عشان ما هو انت لما تخلي الادارة تاخد الحلول تحت تأثير الضغط مش هتبقى حلول سليمة هتبقى حلول لارضائك ليه ربما ما تكونش احسن الحلول احنا عايزين الحلول تبقى في الظروف الطبيعية المنطقية اللي الادارة هي اللي شعره بالخطر فين عشان تعالجوا بالطريقة المناسبة مش نتيجة انك انت متصور ان احنا الجمهور لما يضغط الادارة وبعدين يعني مفيش حاجة عاجباهم يعني فيه جزء زي الاستاذ عامد عز الدين ما بيقول وبينفت نظر اسمين ثلاثة بيتكرروا بيقولوا الكلام ده بطريقة ممنهاجة يبدو ان حد منهم يقصدوا لساس حامد ببقى مستغرب صعب فيه كلام شوف فيه كلام صعب انت مهما غضبت تقولوا عن نادي الآن هاي دي ناس هي دي وظيفتها مهما غضبت الرجل بيقول لها بنقول ل الناس ما تتأثرش بدول بقى وبنقول لكم اخ ده احنا ما متصدرش على حق احد لان احنا غضبنين وانت فاكر احنا عدين في البيوت مبسوطين قوي لا طب ما احنا بنناموا عنينا في الساق مش عارفين هنا يوم ما بيحصل حاجة زا كده وبندور تليفونت على بعض نفيش شغلنا في بعض لكن في اطار ايه ما يقصرش على غيرنا الطاقة السلبية اللي عندنا دي ما انقلهاش عشان اسيب الناس اللي عندها الحلود تعرف تفكر بيدوق مش بضغط ما تخليش عشان اشتغل بضغط ان انا اعمل حاجة غلط وما تبقاش حسن حاجة يعني هو كولر قال جملة انا مش هجيب حد ايه اللي ازا كان يضيف لي اكتر من اللي عندي مش هجيب حد عشان يعني ان انا بقى اسمي جبت حد فحنحاول الادارة بتضغط خلي بقى ادي لك بقى مسأل مباشر يعني كابتن شوبيل قال لك كابتن حسن وكابتن صالح واياميهم حصل حصل هو 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 في 2001 ل2004 من 2000 ل2004 خدنا كاس مرة والسوبر مرة وكاس افريقيا والسوبر افريقيا وماخدناش الدوري كويس خدت انت وكنت ايه كل سنة الدارة انت جيبته بومفرير وكان مصنف تصنيف علامي مدارب هولندا خصرت الدوري في اخر ماتش بدون هزيمة اه وبدون هزيمة كان اه اخر ماتش اخر ماتش اه ايه 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 اللي حصل بقى انك انت لما جيت تصلح في 2003-2004 القدر الدلك القماشة اللي موجودة انت كنت عارف انك لما تجيب ابو تريكا انت جايب اضافة قوية جدا كنت عارف لما تجيب شوقي كنت جايب اضافة قوية جدا قابليه انت حاولت تجيب مجموعة من لعيب المنتخب القلوم بيساعدوا بس ما عملوش النقلة الا لما جيه ابو تريكا ومحمد شوقي وبركات والجمعة اذا انت الفرقة تبنت على سنتين ثلاثة واخد بالك وتبنت لان كان الاسماء دي تقدر تعمل الفارق وانت بقى كنت قوي كنت بتحاول تجيب حسن عبدالربو بتجيب كابتن احمد فتحي بتجيب الكابتن التقيلة بتحاول تجيب عمر زاكي كنت بتحاول تجيب دول كانوا موجودين وكان دول الجيل الزاهبي بتاع ماصر السوق فيه ناس كويسة السوق النهاردة لما تيجي تشاور مين اللي تقدر تقول لو جبت داي غير المنظر لعيبة كويسة برا ممكن يبقوا زي اللعيبة كويسة اللي عندك هتبقى بتتوسم ايه الدوافع شوية تبقى جديدة الشخصية ممكن تتغير بس بردو اي حد محتاج مسندة المسندة استاذ ابراهيم وكلمة المشجعة لها فعل السحر طبعا وبتكشف اللي قدامك يعني المقصر يستحي منك لما تعدبه برقة او انك تبقى زعلان ومحسسه انك زعلان لكن يا مناه يا سعده لما تجمه تشتهم حررته حررته من ايه منه نعمل حسابك ودي اخطر لحظة ان العلاقة بين طرفين توصل للمرحلة دي ولذلك حفضل اكرر النهاردة عنوان النهاردة لنبدأ جميعا وكأننا من اول الساطر احنا اعتبروا الدور يبتدى النهاردة ونشوف ربنا حوصلنا لايه أنا متأكد ان بشيء من المسانده والثقة والسعي الجد من اللعيبة السعي الجد من اللعيبة السعي الجد من اللعيبة لازم انتوا اللي تظبطه قط اللبس ما تخليش حد يقول لك أسل العيبة متضايقة ما تعودوش برطامه مع بعضه وتنقل الكلام ده برة انتوا بقى فقيتكوا تخلوا الجمهور تاني يا جماعة ده انتوا كسبتوا وقالعتوا مدلياتكم ولبستوها لرئيس النادي ايه الجمال ده اللي الناس من اللحظة دي الشغل تفرقكوا عن جمهوركوا وتفرقكوا عن بعض وتفرقكوا عن الإدارة والله ده عمل ممنهج استخدموا بعض الأقلام اللي وصلت جمهور النادي لأهلي إلا انه اللقطة دي ما تستمرش أطول مدة انا مش يعني انا خايف خايف ان نوصل لدي لان بعدها دي الاصلاح صعب الاصلاح سهل طول ما احنا مع بعض لحمة واحدة صعب سهل سهل ممكن تجيب لعيبة وتجيب ناس واللعيبة تاخدها وتاخد بإيدها الجمهور ياخدها وياخد بإيدها ويطلع يدي له ثقة ويبقى هو ده السهل الصعب انك تبقى في الجو المتوتر ده ده كان كلام مهم جدا على ملاحظة الكابتن شوبير ان الجمهور بيهاجم الإدارة ودي جديدة لأنه المتربصين للأهلي والناس اللي عايزة تنالمي الأهلي واللي مكسفة كل حملاتها الشريرة ضد الأهلي وضد مجلس إدارته وضد رئيسه الكابتن محمود الخطيب انتوا عارفين أغراضهم وسمعين أصواتهم وعارفين أهدافهم كويس قوي المسائل أعتقد مش خافي على حد أبدا فتمنى ان جمهور الأهلي الدرع الواقي للأهلي يعرف يعني ايه خيمة مجلس إدارة النادي الأهلي يعني يعرف قد ايه تضحيات واللي بيتعرض له كابتن محمود الخطيب وحرصه وسعيه باستمرار انه يحافظ على النادي الأهلي يحافظ على النادي الأهلي اللهي عشان تعرف أستاذ إبراهيم ان الموضوع ممنهج اه ايه علاقة انك تطلب من الإدارة عايزين تدعيمات عايزين إصلاح اطلب حقق جدا وبالطريقة اللي تخلي الإدارة تاخد من كلامك وتغربله لكن ايه علاقة ده مش عايزين إنشاءات مش عايزين وهو بيضرب لك في مشروعك لا ده حد مفروس منك عارف انك هتفتح بتاع التجمع بيحرق لك اللقطة قبل ما تحصل يا جمهورنا هعايزين يقللوا فرحتكم بأي إنجاز هو على إيه علاقة ده أنا لازم أمشي يديه جنب ديه جنب ديه لا هي لا مش جديه بصوا يا جماعة ببساطة هي لو ما كانتش دي مش هتيجي ديه هو أنت لما بتفتتح مشروعات وبتتوسع في مقرات هدفها ايه تعظيم القدرة مش هتبني فرق قوية بدون قدرات اقتصادية ألف بقى يعني أنت مش هتشهد ومحدش بيمولك إنما أنت بتكلمني ومتطلو بشي حاجة بحد تقوم تتريع على إن أنا بعمل إن أنا بعظم موردي وبعدد مقراتي عشان أرفع من مستوى القدرة الاقتصادية بتاعت عشان أقدر قافي بالتزامات عشان وإنت بتعمل كده يطلع حد يقولك إيه الرعاية بتاعت الألف نكوش إحنا اللي بتوع الرعاية واخد بالك يوم الناس إيه تشرب الكلام ده محدش يتأخف قدامهم فنكوش على أساس إن أنا هدفع من جيبي اتنين مليار راسيدي ومش حصل وإنا اللي قلت ولا الرعاية طلعوا عملوا مؤتمراتوا وتكلموا اللي هيدفعوا يعني وبصرف النظر أنا أنا مالكش دعو بي أنا ببيعي الفنكوش لجماهيري الخطورة إن الجماهير تقول مش عايزين مش عايزين المنشآت مش عايزين مش عارف إيه إيه علاقة دي بيدي على رأيك المنشآت بتخلي فيه أعضاء تيجي بتخلي الدخل يزيد بتخلي القدرة الاقتصادية بتخلي راس مالك يكبر بتخلي وضعك ميزانيتك المحترمة تبقى في مصاف الأندية الكبرى هو ده هو ده النجاح اللي الناس بتضربكوا فيه من غير ما تشعروا هو ده الناس اللي قالت يعني إيه قيم النادي الآله في يوم الأيام أيوة أيه تقاليد النادي الآله في يوم الأيام وبتدوا يضربوك في الكلام ده ويقلدوك يتمسكوا هم ويقولك إحنا بقى دلوقتي اللي قفلين على فرقتنا وإحنا المتكتمين وإحنا مش عارف إيه وإحنا عملين منصاقين وراء غضبنا في الهاري ما هو أنت دلوقتي على رأي البعض يعني تم تقرام حتى في السوشيال ميديا فيه ناس بترد بموضوعية وفيه ناس بترد مش عارف زعلانة فبيقولوا البعض إيه ما إحنا زعلانين وإحنا اللي اتنين والآهل سيء والمنافس زي ما بتقوله قوي ما إحنا اللي اتنين وصلنا لنفس النقط لو الآهل يتحسن بقى طم أتمنى أن الآهل يتحسن وعشان يتحسن وقف وراء فرقتك أنا دي الضفات دي من عندي أنا عايز عايز أن إحنا لا نفقد الثقة ولا نفقد عوامل النجاح اللي الكل كان بيقول دي بتميز النادي الآهل طيب أخطر حاجة برضو أن البعض يدفع بالآهل إلى كهف المظلومية برضو نوع من الوصول إلى نقطة الضعف لأنها في النهاية بتفضي إلى نقطة واحدة الأهل ضعيف فيبدأ الآخرين أو كل الأطراف المعنية من اتحادات وحكام يبدأ لو أخذة يستهيفوا أي قرار أو يستسئلوا أي قرار يتجراء عليك ويتجراء عليك الأهل لا ضعيف ولا ممكن يبقى ضعيف الأهل قوى في الحق ويقدر يدافع عن حقوقه بكل القوة فيه ناس بتنوء آه فيه ناس بتنوء بيتعرض لمشاكل بيتعرض لمشاكل فيه تربصات فيه تربصات لكن باستمرار حيفضل إلهي قوي جدا وقادر يدافع عن حقوقه ويجيب حقوقه بمنتهى القوة المشروعة قوي بيبقى عضيته الضخمة وسقة جماهيره فيه لكن فكرة أن أنا حستسهل فكرة أن أنا مظلوم وأن أنا مكسور الجناح وأن أنا وأن أنا لا كده احنا روحنا في سكة تانية مش بتاعتنا أبدا التحكيم ملفه مهم جدا جدا وأول حد طالب بتقنية الفار والأخذ بالوسائل التكنولوجية الحديثة في رفع مستوى وكفاة منظومة التحكيم كان مجلس إدارة النادلالي وارجعوا للخطاب اللي بعته الكابتن الخطيب للمهندس هاني أبو ريدا بان تولي قيادة بس كان طالب الفار العادل وكان بيتكلم على ضرورة الأخذ بوسائل التكنولوجية الحديثة في رفع مستوى التحكيم وعلى تقنية الفيديو دلوقتي لما اتعملت تقنية الفيديو وعشان جي خبير إنجليزي محدش هيضحك عليه ومحدش هيحطولي الكلام في بقه الراجل ما من مباراة إيه لو بيأكد إنه النادل الآهلي كان له حقوق هدرت لدرجة إنه اعترافات كلاتنبرجي نفسها ديقتهم فبدأوا يتدايقوا من الراجل محمد شو أنا بقولك حيمش لكن هو ده الفار لما يتقال لما اتعمل الفار الأهلي ما خدش بطولة لا لما توجه الفار لما تأثر على الفار لما تم استياد الفار مش لما الفار اشتغل بما يرضي الله والقانون لأنه الفار لما اشتغل صح في أفريقيا الأهلي لعب ثلاثة فينال ورا بعض محدش عملها غيره لما اتعمل الفار دولي ما فيهوش تلعب وما فيهوش ضغوط وما فيهوش تدخلات الأهلي خد ميداليات برونزية في كأس العالم في أعلى مستوى تحكيم ولما جي راجل محترم إنجليزي ما هوش مصري لغرفة الفار المصرية نفسها في كل مباراة اللي بيحصل مع الأهلي ليه الأهلي بتهدر لحقوق ده كلاتنبرج وده الفار اللي تقال لما جي الفار الأهلي ما خدش دوري لا لما جي الفار اللي تلعب عليه وتم التأثير فيه بهذا الشكل لكن حقوق الأهلي في كل مباراة واضحة وصريحة وبيقرها خبراء التحكيم نفسهم وآخرها مبارح أنت بتتعادل مبارح مع سيراميكا كيلوباترا لكن ليك ضربة جزاء لو خدتها كان ممكن تكسب المباراة ده برضو مش رأينا ده رأي خبراء التحكيم وأولهم الكابتين أحمد الشناوي اللعبة دي كنت أتمنى أن حكم الفار يجيب اللي حكم ويشوفها لأنها لعبة المخالفة موجودة فيها أن اللاعب لاعب سيراميكا ما بيلعبش ولا رايح التحم من أجل لعب الكرة كل اللي عمله أنه بيعوق تقدم اللاعب شوفوا هذه اللاعب داخل بص اللاعب بيعمل اللاعب بتاع سيراميكا بص الرجل بس عايزة بيقلنا بس نرجع نقف بالرجل هل لاعب سيراميكا رجله في الوضع ده بيجري ولا بيعوق بيعوق خلاص وإيده نفس الكلام إذن النهاردة بالشكل ده واضح هنا الإعاقة موجودة للاعب النادي الأهلي وكان لابد على حكم الفار أنه يجيب إبراهيم ويوريها له وإبراهيم ياخد القرار ما ياخدش القرار دي حاجة زي ما جابوا في اللعبة بتاعت كريم وحكم الفار ما بيحتسبش إنما لعبة زي دي أبعتقد الإعاقة واضحة جدا وأدي بص الإيد أدي الإيد وبعدين الرجل الرجل بقى عشان هي يمنع تقدمه تماما يعني هوك الإيده وكان ما عملتش الرجل كان يقدر يروح خلاص الكرة كمان هنا دازلت داخل المرعب ما خرجتش ما كنتش خرجت فطبعا هنا اللعيب واخدوا الكرة وماشي يعني علي معلول كانوا ياخدوا الكرة ومستحوز وماشي بص من هنا بص اللعيب بص اللعيب بحط رجله عشان يعوق تقدمه فبالتالي هنا المخالفة موجودة يعني اللعب مش متوجه للكرة متوجه لجسم لعب العلي طيب النهاردة واحد واحد مع إسماعيل والزمالي وبعدين ضرب الجزاء ترايح الماتش خلص خد أنت ضربات الجزاء اللي تستحقاها تكسب كل ماتشاتك التلات ماتشات فيهم أكتر من ضربة جزاء يعني طيب هو يعني وإحنا بنتكلم على الأهل والمفروض والمفروض لجل نقول برضو خلي بالك أن الفوارق مش عالي قوي عشان في فرقة تستحمل هذا الترصد يعني أنت لو عكست الواضح وكان تصدير هذا التحامل على المنافس كان حيبل عنا جدا مش كده كنت أنت اللي هتكسب الدوري السنة تاني اللي فاتوا دو مرتاح لأن اللي حصل السنة فاتت يعني مالوش مسمى غير بألفاظ يعقب علي القانون طيب نشوف كمان الكابتن جهاد جريشا لعبة مبارا الحقيقية هي لعبة عالي معلول الدخول بالمنظر ده ما فيش في حاجة بالنسبة لنا كنا بالمنظر ده من فوق ما فيش حاجة هنبص على الرجل لاعب سيراميكا من فوق التداخل طبيعي جدا لكن الحركة بتاع الرجل الرجل اللعب سيراميكا الرجل الشمال لما تنقلت عشان تعمل إعاقة للاعب نادي الأهلي الإعاقة بالمنظر ده هي إعاقة بالرجل اللي اتحركت عملت خطوة خدت خطوة رجل الشمال للاعب سيراميكا عملت خطوة خدت خطوة وبالتالي رجل الجزاء صحيحة لم تحتسب لعالي معلول كان لازم حكم الفاري يا سيد الحكم وكان لازم نشوفه بالمنظر ده وكان لتحتسب سهلا اللعبة دي تحسبت لرونالدو في كاس عالم عشرين طمانتاشر حركة الرجل بتاع المدافع اللي عملت احتكاج بسيط هي دي اللي بتعمل إعاقة وهي دي اللي عملت إعاقة معالي معلول وكتراج لجزاء صحيحة لم تحتسب لنادي الأهلي أنا مش هنقعد نتكلم لأنني نتأكيد على المؤكد لكن ما تيجو نشوف برضو طب هنشوف ده بس هنطلع على فاصل وبعض الفاصل هنشوف اعترافات كلاتن بيرج على الوقاع هو المخرج قال له ما قالكش هنطلع على فاصل ونشوف بعدها كلاتن بيرج واعترافاته ترجمة نانسي قنقر